ابناء العزاء طلبة الصف الاول الاعدادي اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج اللغة الانجليزية على قناتكم درس خصوصي اللي هو العالم المذهش او المذهل حولنا اليونت دي جميلة جدا لان احنا نعرف فيها حاجات عن الاماكن هنتعلم فيها حاجات عن الاماكن المشهورة في العالم وايضا هنتعلم فيها بعض وكمان هنعرف فيها اكيد اللي انتو بتحبوا تتربوا عليها وتستخدموها اللي هي كواعد اللغة الانجليزية يلا بينا مع بعض نبدأ بداية اليونت وهنتعرف مع بعض على يلا بينا نبدأ مع بعض طبعا زي ما قلنا اليونت is entitled the amazing world around us اللي هو العالم المذهل حولنا عندنا فيه كلمات كده عايزين نعرفها مهمة شوية بالنسبة لنا وانعرفها كمان من خلال sentences اللي هو عدد السكان الموجودين في مكان ودائما عايزين نتعلم ما لما نعرف كلمة نعرفها عبر الجمهة فور اكزامبل يو كان ساي ايجيبتس ايجيبتس بوبيوليشن وطبعا دي البوستيسف اس الس الملكية ايجيبتس بوبيوليشن از اباوت وان هندرد اند تين مليون بيبل يعني ما حد يقول عدد سكان مصر تقريبا وان هندرد اند تين مليون بيبل يبقى ايجيبتس بوبيوليشن از اباوت وان هندرد اند تين مليون بيبل يبقى كده احنا شفنا كلمة وكمان عرفناها في جملة عندنا بعد كده كلمة يعني نفق دي بقى سانا اقول سيرتي ميترز ديب سيرتي ميترز ديب يعني ما واحد يقولي النفق ده عمكه سيرتي ميترز سيرتي ميترز ديب اللي هو عمكه تلاتين متر اوكي يبقى يعني نفق عندنا بعد كده كلمة وطبعا دي بتساوي كلمة يعني ما يكون طريق مثلا مليون بقى عربيات واشخاص بنقول عليه زي ما انت تقول مثلا ايه زا رودز وير كراودت يستردي زا رودز وير كراودت يستردي يعني واحد بقول الطرق كانت مزدحمة امس زا رودز وير كراودت ممكن اقول وير بازي ممكن اقول وير بازي عندنا كلمة مهمة في اليونة دي كلمة بريج وير بازي وير بازي وير بازي وير بازي وير بازي اللي هو الكبري او القسر زا ما اقول زير ار او بريجز ان ايجبت زير ار او بريجز ان ايجبت يعني ما واحد اقول في كباري كتير جدا في مصر دير ار او بريجز ان ايجبت عندنا برضو بعد كده عشان نبقى بنغطي الكلمات تاور وتاور دي طبعا اللي هي مبنى مرتفع زي مسلا اقول كايرو تاور از افاري انتريستنج بليس يعني ما حد يقول برج الكاهرة مكان ممتع جدا كايرو تاور is a very interesting place عندنا بعد كده كلمة فوريست what is a forest يعني لو حد قالك ايه هي الفوريست a forest is a place where there are and sometimes animals يعني ممكن نقول افوريست او تعريف where there are a lot of trees and animals يبقى انا هنا عملت definition او تعريف لكلمة ايه forest a forest is a place هي المكان where there are a lot of trees اللي بيبقى فيها كسب من الاشجار and animals عايزين دلوقتي بقى ننتقل للتحدث عن شيء تاني وهو الجرامر الجرامر اللي عندنا الوقتي عن الاسجيكتيفز الاسجيكتيفز اللي هي الصفات في البداية كده لازم نعرف حاجة مهمة جدا there are two kinds of adjectives فيها عندنا نوعين من الصفات او شورت ايجكتفز والنوع التاني اللي هو طيب وطار شورت ايجكتفز اند لونج ايجكتفز يا طرق ايه يعني ايه شورت ايجكتفز ولونج ايجكتفز اللي هي ايجكتفز او وان سيلابل اللي هي بتبقى لها مقطع واحد يعني لما تيجي تعمل او نطقل الصفة بتلاقيها مقطع واحد فقط طب وما للونج ايجكتفز يعني ايه يعني مور زان اللي هي بتبقى اكتر من مقطع اوكي يبقى الشورت ايجكتفز وان سيلابل اللونج ايجكتفز مور زان وان سيلابل طب عايزين كده يعني مسلا لو خدنا امثال عالشورت ايجكتفز زي كلمة ايه طول لونج هوت كولد بيج اسمول وهكذا طب عندنا زي كلمة بيوتي فول بيوتي فول لاحظ ان انت وانت بتعمل للكلمة بتنطقك بتلاقيها مور زان وان سيلابل يعني اكتر من مقطع شو بنقول ايه بيوتي فول وفي عندنا بوب يولر بوب يولر بوب يولر اللي هو مشهور او شعبي او محبوب في عندنا انترستنج انترستنج اللي معناها شيء طبعا ممتع وكيرفول كل دي بنقول عليها لونج ايجكتفز وديفيكالت دفي كالت اللي هي صعب كل دي اسمها ايه لونج ايجكتفز اللي هي الصفات الطويلة والمصطلح التاني شورت ايجكتفز يبقى كده احنا عرفتنا في البداية يعني ايه شورت ايجكتف ويعني ايه لونج ايجكتف عندنا دلوقتي موضوع اسمه هنشرحه بقى كده مع بعض ده يعني معناها المقارنة بين اتنين يعني مقارنة اتنين لو انا عايز اقارن اتنين بصفة كصيرة او بصفة طويلة يا ترى باستخدم ايه وبعمل ايه اولا لما بتكون صفة كصيرة وعايز استخدمها وطبعا احنا ما ننساش احنا قلنا الصفة الكصيرة اللي هي معناها من مقطع واحد لو انا عايز استخدم صفة كصيرة علش هنعمل او مقارنة اي اتنين يعني حد قصد حد او مجموعة قصد مجموعة او كذا بالنسبة للشورت ايه او اي اي ار او اي اي ار اوكي واجيب بعدها زان وطبعا ممكن احيانا ما استخدمش زان لو الكلام مفهوم انا بقارن مين بمين يعني مش لازم دايما نقول طولر زان او يانجر زان اذا كان انا عايز اجيب الصفة اللي هي اه بضف لها ار او اي ار او اي ار غالبا في نهاية الجملة بدون زان وبنغر ماسكل للشخص التاني ما بنقول دوقتي اول طرف الاخر يبادل الطريقة المهم اللي انا بحط القصيرة طبعا احنا هنا بنتكلم على الشورت لما نستخدمها في الايه في الكمباراتب بدي فلا ار او اي ار او اي ار يلا نشوف زي ما بعد زي ما قول احمد از طولر ادي طولة هي الصفة هزود لها ايه اربعة واقول ايه طولر زين عمر يبقى انا هنا عندي بعمل يعني ايه يعني بقارن اتنين اللي هو احمد وعمر احمد وعمر احمد زين عمر يعني اطول من عمر لو انا حبيت اقول لك بس في جملة زي دي لو انت عايز تستخدم لو عايز استخدم يا طرح بالها ازاي وانا عارف ان انتو بتفكروا وبقينا كلنا الوقت بنحب التفكير اكتر من الحفظ لان احنا دايما عايزين نفهم ونفكر اكتر بقي ان احنا دايما ساعينا ان احنا نحفظ فانا بقول احمد زين عمر لو حبيت استخدم اقولها ازاي اكيد اللي قدامي كلكم عرفته يبقى عمر زين احمد اكيد كده انا قلت ايه بقى ان احمد طالما هو اطول من عمر يعني عمر اقصر من ايه من احمد طيب لو قلت جملة تانية كايرو از بيجر زين مسلا اليكزاندريا او اليكس كايرو از بيجر زين ولاحظ ان الصفة هنا فيها دابل جي لاني الصفة اساسا اسمها بيج ولما جيت اضف لها اي ار الصفة بتنتهي بكونسنانت اللي هو صوت ساكند وقبل الكونسنانت فيه فاول اللي هو الصوت المتحرك اللي هو الاي وكمان الادجكتف دي وان سيلابل مقطع واحد طالما فيه تلات شروط دول بعمل دابل لللاست ليتر يعني بضعه في الحرف الاخير عشان ما نشوف ان الصفة هي اسمها بيج وخليتها بيجر بس بقى الدابل جي علشان بتنتهي بصوت ساكند وقبله صوت متحرك وكمان الصفة طيب طب لو انا حبيت استخدم اسمولر اسمولر اقول هزاي يبقى اكيد كلنا هنقول اسمولر اسمولر زين كايرو اسمولر زين كايرو يبقى كده احنا استخدمنا طيب قبل ما نسيب برضو مقضوع ده عايزين نتعلم حاجة على شكل الصفات احيانا بيبقى عندي صفة بتنتهي بالواي يعني مسلا لما اجي كلمة ايزي لو انا قمت مسلا انجلش از ازير زين ماث انجلش از ازير زين ماث انا ان الانجلش اسهل من الماس طب نلاحظ ان الصفة اينا مكتوبة ايه نهايتها اي اي ار ليه لان هي اساسا كان اخرها ايزي او كانت اخرها واي وقبل الواي دي اللي هو ايزي اللي هو الاس فبالتالي لما اجي هتحولها للكمباراتف او استخدمها في المقارنة بحذ في الواي وخليها اي اي ار عشان كده بتكاتب ايه ايزي ار انجلش از ايزير زين ماث انجلش از ايزير زين ماث يبقى كده عارفنا امتى نضيف ار امتى نضاعف الحرف وكمان امتى نحذف الواي ونستخدم اي اي ار وكل دي حاجات متعلقة بالفورم او بالشكل بتاع يعني الصفة القصيرة لما نستخدمها في الكمباراتف اللي هي معناها مقارنة اتنين طيب ليه ما لسه هنقول بقى مع بعض اللي هي الصفة الطويلة احنا قلنا تاني ان الصفة الطويلة هي عبارة عن صفة مكونة من اكتر من مقارنة طب يا ترى لما اقارنة اتنين بصفة من الصفات اللي هي الطويلة دي باعمل ايه هنا بقى الموضوع بيختلف لان هنا هستخدم كلمة او كلمة وبعدين اجيب بعدها وبعدين ممكن استخدم زين اكيد هنا الطريقة اختلفت خالص هنا ما بنضيفش للصفة لأ بنجيب كلمة قبلها نخبرنا من الموضوع ده يعني الصفة الطويلة علشان هي اسمها الصفة طويلة فالمقاطع بتاعتها جميرة فما بضفلهاش لان هي مش هيبه فيه سهولة في النقطة فبالتالي الصفة الطويلة دايما نميزه ان انا بجيب كلمات قبلها ففي حالة المقارنة بين اتنين بصفة طويلة بحط يا ام مور بمعنى اكتر يا اما بمعنى اقل زي ما اقول مثلا زي جراف از لس نخبانا من لس زين زلعين يعني ايه معناها ان الزرافة اقل خطورة من الاسف لو تلاحظ ان انا هنا قلت لس وبعدين جبت اللي هي طبعا عندي صفة طويلة علشان ايه علشان هي مش وان سلابل لا دي مور زيان وان سلابل وبعدين استخدمت زيان وجبت الصفة او الشخص او اللي هو الاسم التالي لو شفنا مثال على زي ما انت تقول زي بلين اخو بالنا زي بلين از مور كومفورتبل 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 يعني اكثر راحة زين زي شب يعني ما واحد يقول بيقارن الطيارة بالسفينة عايز يقول ان الطائرة افكثر راحة من السفينة طبعا وين في الصفر يبقى يقولنا ده مور جبنا مور وبعدين قلنا كومفورتبل كومفورتبل اللي هي طبعا كومفورتبل صفة طويلة وبعدين قلت زي شب تمام كده كده يبقى احنا تعلمنا نستخدم الصفة الطويلة وايضا الصفة الكسيرة وينوي كومبير اي حاجة دايما في الانجلش بيبقى ليها يعني ايه استثناءات يعني استثناء ازاي احنا دلوقتي كنا بنقول ان الصفة الكسيرة بنزود لها او اي ار او اي ار بعدين نجيب بعدها ازاي طول تبقى طولة بيج تبقى بيجر اسمول تبقى اسمولر اه ايزي تبقى ايزير وهكذا في بعض الكلمات اللي مش بتحصل فيها كده ازاي لما باجي حولها للمقارنة بتتغير خالص طيب يعني مثلا زي كلمة جد لو انا حبيت استخدمها في المقارنة هعمل ايه بتتغير الى كلمة بيتر بيتر وممكن طبعا تبقى بيترزان بيترزان يبقى جد بتبقى بيترزان مش معقولة هضيف له جد حروف فجد بتتحول لكلمة اخرى اللي هي بيترزان ولما اعملها في التفضيل بقى بيبقى اسمها زبست لما اعملها في التفضيل بيبقى اسمها زبست طيب بيضو عندنا كلمة باد باد كلنا عارفين يعني سيء لو حبيت تقول على حاجة ان هي اسوأ من حاجة يبقى باد دي بتتحول الى وورس زين وورس زين طيب والتفضيل زا وورس الاسوأ يبقى جد بقى بيترزان وباد بقى طيب عندنا برضو كلمة ميني نعم في ميني يعني كسير زي ما انت تقول اي هاف ميني فرانس اي هاف ميني فرانس عند صحاب كتير طيب لو انت عايز تقول انا عند صحاب اكتر من اخوية يبقى مش هتقول ميني هتقول مور اي هاف مور فرانس زين ماي برازر اي هاف مور فرانس زين ماي برازر طيب لو انا عايز اقول ان انا اكتر واحد عندي اخوية ها اصدقاء اي هاف زا موست زا موست او لو انت عايز تقول اني اي جبت از مور مسلا اا كراودت زين مثلا كويت او ممكن تقول اي جبت اي جبت از موست كراودت ستي اي جبت از موست كراودت ستي طيب وفي عندنا كلمة ماتش لما بنستخدمها برضو في المقارنة بتبقى مور زين وفي التفضيل بتبقى زا موست لاحظ ان دي كلمات بتتغير يعني بعد بقت غarde وزين وبعد بين زا ورست وميني بقت مور زان وبعدين زا موست وماتش بقت مور زان وبعدين زا موست وبرضو عندنا كلمة احنا عايزين ان يعني قليل طب لو عايز اقول اقل يبقى لييه الزين طب الأقل بقى لها التفضيل بتبقى زاليست بتبقى زاليست عندنا كلمة فار فار فرام طب أبعد بتبقى فارزر فارزر زين أو زا فارزست أو ده ايه فارزست فارزر ده انا اهي وممكن تبقى باليوم يعني ممكن تبقى فارزر كده ده اسمه التفضيل بس ده حالات ايه يعني استستاذ كده يبقى احنا عارفنا اللي هو مرتبط بالجزء ده طب لو احنا حبينا نشوك مع بعض كده بعض الجمل اللي ممكن نرفق على الدرس ده على اساس ان احنا كلنا نبقى عارفين الموضوع ده لو انا مثلا قلت يعني لها تنامي السؤال تصحيح هل المفروض اقول هل احنا قلنا ان احنا لما بنقارب بنقول طولر زين ولا بنقول طولر ايه اكيد كلكم عرفتها وانتو قاعدين بتتفرجوا قبل ما انا قلها هتبقى طولر زين هتبقى طولر زين ناخد بنا بالسبالينج لاني زين غير زين زين دي يعني سمه دي من الكلمات اللي ايه بتستخدم لتسلسل الاحداث يعني لما يكون بتسلسل حدث او عايز احكي على تتابع حاجات فبقول زين طيب نشوف جملة تانية مع بعض كده عشان نتضرب برضو على الصفة الطويلة وهنا عندنا كلمة طب يا ترى لما انت تستخدم كلمة دي اللي هي صفة طويلة هل ايه الخطأ في الجملة احنا قلنا طالما في مقارنة بين اتنين والصفة طويلة موجودة بحط قبلها ايه كلمات قلنا منكن نحط مور او ممكن نحط LIS طب حد يقول طب يا بستر انا هنا هعمل الجملة اقول مور بيوتيفول زين ولا لس بيوتيفول زين ممكن اللي اتنين عادي يعني انا ممكن اقول مور بيوتيفول وكده كده في عندي زين وممكن اقول حالة تاني لس بيوتيفول لس بيوتيفول اوكي يبقى مور بيوتيفل او ايه او ليس بيوتيفل لو قلت ماي فريند ليفز سبيس تو زا اسكول زان مي نيرر او نير او نيرست او زان نشوف الجملة تانية مع بعض كده ماي فريند ليفز سبيس تو زا اسكول زان مي انا هنا بقارن بين صاحبي وبيني من ناحية قربنا من المدرسة وعندي هنا زان والصفة اللي موجودة عندي قصيرة يبقى كده تكون ايه زان 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 مي هتشوف دلوقتي مع بعض مور بقى كلمات تانية عندنا كلمة سانسيت سانسيت وطبعا سانسيت ده اللي هو عكس سانرايز عشان اني بعرفين برضو الابيزت سانرايز مينزا سان ابيرز سانسيت مينزا سان جوز داون اللي هي معاناها الغروب فور اكزامل وي كن ساي وين دا زا سانسيت وين دا زا سانسيت اما واحده لك امتا الشمس بتغرب تقول اتسيت اتسيت تقات بس ان سيكس بي ام اوكي يبقى دي سانسيت عندنا رياضتين ايس سكيتنج وفي سكينج طبعا ايس سكيتنج وسكينج دول رياضتين بمرضبطين بالجليد بس ايس سكيتنج دي لما حد يعمل يعني تزحلك بس باستخدام شوز كده او حزاء لكن سكينج دا بيكون التزحلك باستخدام اللوح بتاع التزحلك اوكي يبقى ايس سكيتنج اتزحلك بحزاء وسكينج اتزحلك باستخدام لوح التزحك طيب عندنا كلمة مهمة اوي اسمها ساسبنشن بريدج ساسبنشن بريدج طبعا احنا في يونة دي بنقرأ عن آآ آآ مكان مهمة او في مصر اللي هو طبعا من الاماكن العظيمة اللي الدولة انشقتها في السنوات الماضية اللي هو تحيا مصر بريدج تحيا مصر بريدج اللي هو كبري تحيا مصر فده بنقول عليه انه هو ساسبنشن بريدج كبري معلق عندنا من ضمن الحاجات اللي موجودة في يونة ايت من الكلمات برضو بعد الرياضات زي ماونتن كلايمينج ماونتن كلايمينج اللي هي رياضة تسلق الجبال ماونتن كلايمينج ماونتن كلايمينج وناخد بالن ان البي سايلانت. البي سايلان. كلمة مهمة جدا عندنا اسمها اتشيب منتز. وات ار اتشيب منتز. يا طرق ايه هي الاتشيب منتز. اتشيب منتز سينجز زات يو ساكسيد ان دوينج زيم. اند اه يعني اه اه لما كل واحد بينجح في تحقيق شيء ويبقى في نتائق كويسة ليه بنقول عليها اللي هي الانجازات. ودي طبعا بتاعها اتشيف يونجز اتشيف يونجز اوكي? عندنا كلمة اه اه يمكن احنا قلناها من شوية. اللي هي معناها مشهور او شعب. براود. براود. ولو بتكلم على الشخص اقول براود اف. زي ما نقول لك ايه? انت فخور بمين? تقول ام براود اف محمد صلاح. يعني فخور او سعيد او يعني معجب جدا بشخصية حد. عندنا كلمة اوبينيون. اوبينيون. واتس يور اوبينيون. لما حد يقول لك واتس يور اوبينيون اباوت. لما حد يسألك عن رأيك وموضوع ده نبقى نقوله. واتس يور اوبينيون اباوت. واتس يور اوبينيون اباوت. لما قلوا واحد ايه رأيك في كزا. كده يبقى احنا شفنا بتاعت الجزء التاني من يونت ات. اللي هي الكلمات الهمة. طبعا لما نيجي بقى ندريس يونت ات الجزء التاني. هنتعلم في حاجة تانية اللي هي اسمها اللي هي مقارنة الايه? التفديل. مقارنة التفديل. اه ابناء العزاء النهاردة تعرفنا مع بعض على اه جزء من يونت اه ايت. عرفنا في كلمات. شفنا في بتاع يونت ايت اللي هو او ازاي نقارن بين اتنين بصفة قصيرة او بصفة طويلة. وكمان عملنا او تدريبات عليه. اه ان شاء الله في الحلقات القادمة هنستكمل أمعه الحلقات بأيت سيدة عرزاء عزيزة 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 اعجزة عزيزة عزيزة عشوا في رسالة او تلعني أعمال؟تلعنا لن تحصل في سعيدة عزيزة 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 في استخدام أيدي experientى اليوم والأستخدام وم يجب واحدة رسالة شعب